نأتي إلى موضوع آخر من مواضيع نظام التشغيل ويندوز 10 التاسك مانيجر هذا تشاهدوه؟ هذا كثير مهم التاسك مانيجر ما بتتصورون كم هو مهم في بعض الحالات ننتبه جيدا ممكن يصبح اللابتوب بتاعك أو البي سي بتاعك ممكن حالته غير مستقرة ممكن فيه بطء ممكن يتوقف فالتاسك بار عفواً التاسك مانيجر يحلها نكتشف أين يعني ممكن أين الخلل فدائماً دائماً دائماً أوكي نركز على التاسك مانيجر مهم هذا فمثلاً أكتب هذا هيكي كم ملاحظة إذا لاه واكتبوه هذي رجان إذا يتوقف عندك فجأة برنامج لا يعمل فاغلقه اغلقه اغلقه عن طريق عن طريق ماذا؟ تاسك مانيجر فكز على هذه الملاحظة اكتبوها رجان إذا توقف عندك فجأة برنامج لا يعمل اغلقه مباشرة عن طريق التاسك مانيجر كيف تغلقه تضغط بصورة متوازية على ثلاث مفاتيح التي هي control التي هي ctrl زايد alt زايد del عندما تضغطها بصورة متوازية تظهر لك هذه الصورة وبعدها ننقر على تاسك مانيجر نضغط ctrl alt delete آخر واحدة أو ليه؟ صح جدا سوف أريك إياها أريك إياها لا أعرفها بس حبت أتأكل هذه هذه أمامها طيب أين هي هذه موجودة؟ الأعلى اليمين لا لا هسا شوفت إياها أعطيني مجال هذه لاحظوها كثير مهمة رجان ف بصورة متوازية عن نفس الوقت control أوكي و alt و دائما delete يكون بالcorner فاهمة؟ نعملها هيك هاكي هذه باستمرار تذكر وهذا يحدث كثير يحدث فجأة تجد برنامج لا يستجيب فيجب أن تتصرف تنقر control alt delete d-e-l هذه الثلاثة وخذوا لها سكرينشوت ممكن هذه حتى هيك فقط يعني تعرفوها وبصورة متوازية أوكي بعدها نرفع يعني اليد أو أصابعنا من المفاتيح فتظهر هذه القائمة task manager فأفترض الآن أفترض الآن أوكي أنا لدي برنامج متوقف أو عفوا برنامج هيكي بطيء أو وقف ممكن اللابتوب تجمد اللابتوب بسبب هذا البرنامج فسوف أعمل control alt delete أنا أنا فقط أعملها لاحظوا وسوف تظهر أو تظهر آه ظهرت task manager لاحظوا أنقر عليها هذه هي task manager الآن في هذا task manager نركز على التالي شباب هذا كثير مهم رجاء ننتبه في العمود الأول هنا البرامج التي تشتغل الآن لاحظوا فأراقبها يعني ممكن نفترض ممكن يعني نفترض أن هذا البرنامج الذي اسمه active presenter متوقف لا يشتغل فأغلقه كيف أغلقه أنقر عليه نفترض لاحظوا نفترض مثلا أنت شغلت هذا البرنامج عملت عليه يعني تفاعلت معه وبعد عشر دقائق توقف ما بيعمل فماذا عملنا قلنا control alt del نقرنا على task manager أوكي شبابنا وأتت إلينا هذه القائمة فنغلق نغلق يعني تصور فقط أن هذا active presenter لا يعمل فننقر عليه ونقول end task وبالطبع الآن أنا لو أنقر end task الذي هو هذا هذا البرنامج active presenter فلو أنقر عليه سوف ينتهي فأنا أفترض أن افتراض أن هذا توقف عندي ما بيعمل وإذا ما بيعمل الكمبيوتر تجده سلوكه يتغير فأغلقه فأتصور أكرر أتصور أن هذا ما بيعمل الآن فأغلقه كيف أغلقه أنقر عليه لكن يجب يجب أولا ماذا يجب أن أنقر على التاب الأول هذا البروسس من أجل أن أصل إلى البرامج فلآن أنقر عليه وأعمل له end task نحظر الآن end task فعالة خلي أريكم نحظر فأنا نقرت عليه تشاهده والآن end task فعالة مباشرة الآن عندما عندما أنقر على end task سوف يتوقف تماماً عن العمل active presenter فأنقر على end task خلاص لحظه انتهى خلاص ما فيه active presenter راح الآن هناك مسألة نبقى في task manager أريد أن أوضحها الميموري لماذا نقول 8 جيجابايت حتى لا أنصح 6 جيجابايت يعني لا أنصح 6 جيجابايت لماذا في بعض الحالات نتصور لديك 4 جيجابايت وأنت تفتح برامج وتغلق برامج وتشاهد ممكن فيديوهات في اليوتيوب باستمرار باستمرار وفجأة يصبح بطء في اللابتوب السبب لأن الذاكرة مليئت الذاكرة مليئت ممكن يعني الذاكرة مليئت مليئت بالمعالجات بال هيك نقول بالبرامج الداخلة والخارجة فأشخاص ممكن يقولون لنا يقولون أستاذ اللابتوب بتاعي جاي جدا اشتريته قبل ستة أشهر لكن فجأة لا يعمل هو مش هيكي هو السبب أقصد أنه أنت تحتاج أن تفهم هذه الأمور يعني الذاكرة المعالج هيك الوظائف وظائف النظام فيأتقد يعني أغلب أغلب اللي هم غير متخصصين أقصد في نظام التشغيل يعتقدون أنه سبب في اللابتوب لا مش هيكي في تنظيم السبب هو أن شخص لا يعرف كيف يقوم بالسيطرة على تنظيم الأوبريتنج سيستم النظام النظام التشغيل فنفترض الآن شخص لديه أربعة جيجابايت مثلا وشخص لديه سيكستين جيجابايت نفترض يعني فسوف فسوف نذهب إلى التسك منيجر ونرى كم باقي عندنا مساحة فضية في الرام لأن مهم هذا الأمر واللي كانوا معنا في المحاضرات السابقة يعرفون الدور الرئيسي المهم عند الرام يعني لأن الرام قريبة جدا من المعالج نرجع الآن ننقر control alt delete task manager أوكي هنا أنا شباب وأنتقر على performance الأداء هذا يعطيك أداء بصورة عامة لكل شيء performance أكرر مرة أخرى كيف وصلت للperformance قلت control alt del task manager performance هذا فهنا task manager أنا الآن تحت عامود performance الأداء فيعطينا مقاييس يعني مثلا المعالج أنا مستخدم منه تقريبا يعني من جهده 17% جيد تلاحظون أوكي يعني هذا الآن نشط ومستخدم من الميموري تلاحظون كم تقريبا 35% والبقية فاضية إذن جيد وإيضا نركز وكتبوها كملاحظة GPU هذا مهم أيضا نستخدم منه أربعة بالمال GPU شباب هذا يسمى باللغة العربية card الشاشة اكتبوها رجان مهم هذا card الشاشة مهم هذا أيضا لأنه هذه المعلومات كيف تأتي إلينا يعني هذه وعندما نقرأ المعلومات كيف نشاهدها نشاهدها عن طريق ما يسمى بالcard والcard هذا card الشاشة أوكي هو أيضا يتصل بالCPU يعني card الشاشة له اتصال هيك بالميموري وبالCPU فالكفاءة جيدة عندي أربعة بالماء يعني مش مستعمل كثير أقصد البرامج التي يعالجها card الشاشة مهم أيضا أن تعرف هذا مش كثير أربعة بالماء في حين أريد أن أقول لكم شيء الشخص الذي يستخدم مثلا لابتوب في ألعاب ألعاب الكمبيوتر فهذه لا تبقى أربعة بالماء تصعد سبعين بالماء ثمانين بالماء تسع بالماء تسع بالماء الآن نبقى على مسألة الذاكرة أوكي نركز جيدا على الذاكرة ننتبه أنقر على الذاكرة ويعطيني هنا لاحظة لأنه أنا لدي سكستين جيجابايت أنا عندي سكستين جيجابايت فالمتوفرة ما تزال فارغة عشرة جيجابايت هنا خمسة جيجابايت والبقية فارغ عشرة جيجابايت فاضية فهذا جيد جدا في حين اللي شخص عنده أربعة جيجابايت هذه فيها مشكلة لأنه إذا نفترض هو عنده أربعة جيجابايت نفترض الآن نرجع إذا هو لديه أربعة جيجابايت فممكن يعني ممكن ثلاثة وتقريبا هيكي تقريبا يعني ثلاثة وثمانون بالماء مستعملة وفجأة ممكن يحدث توقف ويتصلون معنا يقول مثلا أنا اللابتوب بتاعي جديد مرة أخرى يعني وضح لكم وهذا البرنامج لا يشتغل وهو يقول يعني أنا اللابتوب بتاعي جديد هي مش مسألة جديد أو مش جديد هي المسألة أنه أنت لديك رام قليلة في حين هذه لو تجعلها ستة عشر مثلا أو ثمانية هي أقل شيء ثمانية أفضل تكون أقل شيء ثمانية أفضل في حين لو تجعلها ستة عشر أوكي فالكفاءة تزداد يعني يستعدل تستعدل فعالية الجهاز أو كفاءة الجهاز تستعدل يعني أنا ممكن سوف يصبح لديك عشر جيجابايت فاضية هذا فقط أريد أن أوضحه يعني لكم هي ليست له علاقة للابتوب جديد بمعنى البرامج يجب كلها أن تشتغل مش هيكي ممكن اللابتوب بتاعك مبارح أنت اشتريته لكن إذا فيه أربعة جيجابايت ما بتفيد وأنت ممكن تقوم باستخدام برامج كثيرة فيصبح أوكي تمتلع الذاكرة فيبطئ أو يتوقف الجهاز أو يعني الـ الأداء يكون ثقيل هل تلاحظون وطبعا هو يفضل لو أنك يعني تعملها 16 جيجابايت لكن هناك أجهزة تقبل 16 جيجابايت وهناك أجهزة تقبل إلى 8 جيجابايت لكن بصورة عامة مقبولة يعني ممكن مقنعة نقصد أنه أنت تدير العمل بتاعك ب8 جيجابايت جيدة يعني حقيقتنا 8 جيجابايت 8 جيجابايت أوكي ترجمة نانسي قنقر